خليني أروح لألف سمائة وثلاثين وشوف بتقول إيه يعني قصص التاريخ وحقائقه حول يعني فكرة كاس العالم نفسها وكيف صدرت كيف تحولت إلى فعل حقيقي على الأرض وإحنا عشان نتكلم عن منديال أوروبي ألف سمائة وثلاثين لازم نرجع لسنة ألف وتسعمائة واربعة ألف وتسعمائة واربعة كانت السنة اللي تأسس فيها للتحدي الدولي للكروات القدم فيفا من سبع دول كانوا كلهم أوروبيين وأول ما الاتحاد يتأسس كانوا عايزين أنه هم يعملوا بطولة دولية فيها منتخيات أغلب أنحاء العالم مش كله كبداية لكن هو عشان كان لسه التحدي يعني أو مؤسسة حدثة العهد واليدة وكده ما كانش عندهم لا مصادر لوجستية ولا مادية ولا إدارية كافية جم الرغبة دي جات عندهم ليه؟ أما بصوا وراء سنة ألف وتسعمائة النسخة بتاعت أولمبياد باريس كانت لعبت فيها بطولة مصغرة غير رسمية شاركت فيها كرة القدم لكن مش بمنتخبات بأندية وساعتها كان الفاز كان نادي بريطاني اسمه أبتون بارك فاز على نادي فرنسي اسمه فرنسية تمام؟ نيجي بعد كده ألف وتسعمائة واربعة لها سنة تأسيس بتاع الفيفا النسخة دي برضو تلعبت فيها أولمبياد والأولمبياد دي تشارك فيها فرق مش منتخبات يعني أندية مش منتخبات واللي فاز باللقب كان نادي اسمه جالت فوتبول الكندي كان فاز على نادي أمريكي اسمه كريسين بروزرز سبعة واحد تمام؟ كان دي؟ اه كان دي جرز القدم هبنتكلم بقى في فترة سنة سبعة دي حاجة يعني اه بعدها بقى التسارسل بقى التاريخ حياتك تشوفه في سنة الف وتسعمائة وتمانية اتلعبت أولمبياد آآ فيفا تواصلت مع منظمه المنظمية على الأولمبياد ديت وعشان يدخلوا فكرة مشاركة المنتخبات فالولادة كانت ولادة أولمبياد وساعتها كانت بريطانيا الفازت بالمديلية الزهبية منيجي بعدها بسنتين الف وتسعمائة وعشرة اتعملت أول بطولة منتخبات بس تبقى كرة قدم بس كرة قدم بس مش تحت من مظلة الأولمبياد ديت اتعملت في الارجنتين كانت عملاتها كانت داعت منتخبت شيلي وقروجوي علشان يعملوا بطولة ودية لحياء حاجة اسمها صورة مية وحياء الذكرى بتاعت صورة مية تمام؟ البطولة دي ازعت نفسها كانت يعني المنبع الرئيسي وجهز الرئيسي لزهور أول بطولة كرة قدم رسمية للمنتخبات بس بطولة قرية اللي هي كانت بطولة كوبا أمريكا الأول نسخة منها تلعبت 1916 تمام؟ نسخة أمريكا أقدم من كاسم نيجي بقى لسنة نعم أقدم من بطولة أوروبا هي أعرق بطولة كوبا أمريكا نيجي بقى لسنة 1920 1920 دي كانت هي البداية الحقيقية كان اللي مسك الرئاسة بتاعته في ساعتها الفرنسي جول ريمي 1921 يعني كانت الحرب العالمية اللي قلت لسه خرصانة بقى لها 3 سنين أولا كان شايف أن فكرة وجود بطولة بتشارك فيها منتخبات من كل أنحاء العالم هتعزز الفكرة بتاعت السلام والتقاخي بين الدولة يعني الفكرة القديمة للأولمبييات والكلام ده كله بس لكن اضطرنا نستنى لمدة تسع سنين لحد ما تعاملت حاجة اسمها مؤتمر برشلونة مؤتمر برشلونة دوت من الاسم وضوح نهو تعمل في برشلونة يعني بس وشارك فيه مسؤولين عن دول اللي هي مهتمة ان هما يترشحوا للاصطوفة بتاعت المونديال كان فيه عدة بقى عناصر لعبة ان الملف بتاع أوروغوي هو اللي اكسب احنا قلنا الكورة او المونديال بممكن تدخل فيه سياسة ممكن تدخل فيه مجتمع ممكن تدخل فيه اقتصاد ماذا تقدم بقى من الاساسة اللي تنسي قصر على بساة 30 كلهم دول أوروبية معادة الأوروغوي بس هي كانت الدولة الوحيدة لنبرا الأوروبية يعني مثلا ماجر اتقدمت وايطاليا اتقدمت والسويد اتقدمت مثلا يعني فاللي حصل بقى ايه ان اول حاجة اه رجوية احنا كنا قايلين ان الدول بتاع طربك لسه خارجة من حرب اللي ايه العمية الاولى كان لسه عدة على انتهاء دي مع مكمناش هي خرصة ترسية لا الف سعمائة وتمنتاشر ومؤتمر بتاع برشلونة كان سنة تسعة وعشر يعني اه دو حداشر سنة برضو أصر الاقتصادي لسه ممتد وارجوية عرضت ان هي مش هتتكفل بس بالمصريف بتاعت تنظيم البطولة لا هتتكفل بالنهية المصريف بتاعت انتقالات المنتخبات واقامتها بس فدي عمت عايته معصول عادي كده اول حاجة نشوف ازاي الاقتصاد من زمان وهو بيتدخل في النقطة اوروبا كانوا كلهم واقعين من الحرب والتأسير الاقتصادي عليهم دي كده اول نقطة تاني حاجة كان فيه عنصر كورة ساهم انه رجوية برضو هي اللي يرسع عليها الموضوع ايهو انها ارووبا كانت في الاولمبياد بتاع سنة الف تسعمائة تمانية وعشرين و الف تسعمائة وربعة عشرين كانت خادت مهديلية الزهبية في المرة ديت والمرة التانية تتعامل في العالم اه ايه بقى العنصر تاني نقدر عنصر دبلوماسي ومجتمعي في نفس الوقت التالت اه ان احنا قلنا كان مترشح اه اه ايطاليا والمجر والسويد اه ومش متذكر بقيت الدور بس اللي انا فاكرهم بتحدينا عشان واقع دي كانوا المجر والسويد المسؤول اللي كان مسؤول عن ملف الترشيح بتاع الأرجنتين كان دبلوماسي الأورجنطين كان دبلوماسي وكان فيه دبلوماسي تاني من أرجنتين حاضر معاه عشان يدعم الملف بتاعه فهم أقنعوا الموسيقين بتوع المجرب بتوسط بين الانسحاب علشان قالوا لهم كده كده إحنا الأرجنتين وعصر المجتمع فيه جالية كبيرة أو مش جالية كبيرة فيه ناس كتير أصولهم موجودين في الأرجنتين وأورجوي من إيطاليا هما الاتنين دولتين جمع بعض فقالوا لناس كده كده لو انتوا كدول أوروباية موجودين لو فيه جميع هتشجع مش هتشجع بكنتوا هتشجع مين هتشجع المتخبات المحلية ومتخبوا أوروبا هتشجع إيطاليا فخلوهم يسحابوا الملف بتاعهم فكده احنا شوفنا التلات عناصر وعنصر تاريخي وعنصر سياسي وعنصر اقتصادي أو أربعة حتى يعني مش قادر حتى وعنصر رابع وعنصر مجتمعي سهموا أن الملف فيرسا على أوروبا في الآخر أنها تنظم البطولة دي وكان دي بطولة بلا تمهيد يعني بلا بطولات ممهدة يعني اللي عايز يشارك فيها لو سهل يشارك مفيش تصفيات دعية مصر فعلا وعنصر أسباب لها علاقة بعدم موجود إمكانيات للإدخال الصفاء المعلومة دي أنا لقيتها في كتاب تاني عن المنديال اللي كاتب إسباني وصحفي هو أسان كان الرئيس السابق للتحرير جريدة أصل إسبانية رياضية دي أهم جريدة رياضية في إسبانيا بعد هي وماركة اعتبر هما الأثنين الأهم يعني كتاب كان اسمه تانتوس موندياليس تانتس سوريس أو مونديالات كثيرة وقصص أكثر كانت مذكورة في سطر إن كانت مصر كانت مدعوة بس معرفتش تسفر دي كانت طلع فيها عشان كده أظن إن المعلومة صحة في برضو معلومة تانية إن سنة 1934 كان المفروض كانت من مصر من الدول اللي معروضة عليها إن هي برضو كانت في نفس الكتاب ده إن هي تبس المونديال عبر أسير الراديو الإزاعة يعني والنهاية رفضت بس أنا عادت أدور بقى ده في إيطاليا ده رائيب وفعله أحاول ألاقي أي أسباب للرفض هل كانت حاجة بيريكوراتية هل كان المبلغ المطلوب كتير ملقتش يعني المشكلة للواحد ممكن يلاقي معلومة صحيح طبعا المشكلة أي مؤرخ أو حتى مرتبطة بالمطلوب بتاعتنا أكتر ودي برضو كان ضمن الحاجات اللي هي شجعتني أو حبيبتني إن أنا لازم أخلي في محتوى عربي موسوك لتاريخ الرياضة صحيح حتى لو عن طريق الترجمة لأن المعلومة المعلومة دي مش بلاقيها فأنا لو حد يجي بعدي وعايز يلاقي هي موجودة يعني بس صحيح